منتخب مصر للشباب برضو هو بيواصل استعدادات بتاعته لتونس لتمهيد لخوض بطولة هنا شبال لإفريقيا ومفروض هتنطالك بكرة بإذن الله كل التوفيق ليهم يعني برضو واثقين بشكل كبير وإن شاء الله يوفقهم كلهم شباب جميل وشباب عنده طموح كبير جدا وحس إن كل واحد منهم عنده أمل إنه هو يبقى نجم مصر القادم وممكن يبقى محمد صلاح القادم يعني حتى لو أنت تكلمت معهم هتلاقي كل واحد لا السن ده بالزاد بيكون يعني متعطش للنجاح فأعتقد ده أمر ممكن يبقى برضو فارق بناسب كبيرة جدا البعثة دي بيترقصها محمد أبو الوافع عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة وبتضم المفروض 22 لعب البطولة مهمة آه مهمة جدا واتكلمنا كتير جدا في أهمية هذا المنتخب لأنه هو تاني نرجع نقول نواة للمنتخب الأول فالبيز بتاعك أو الأساس بتاعك لما بتأسسه صح بتبني صح بعد كده فبالتوفيق ليهم محتاجين جدا يكون فيه تركيز وتطوير فيه الأداء والقرعة كمان خلييني أقول لحضراتكم الخاصة ببطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب أسفرت عن مواجهة منتخب مصر ليه الشباب عندك مع ليبيا هيكون الأربع الجاي 15 نوفمبر الجاري وبعد كده الجزائر يوم 17 ومفروض حيلتقي برضو منتخب مصر ليه الشباب مع نظيره التونسي زي ما كنت بقول لحضراتكم في نهاية بقى وختام مشوار البطولة وحيكون بإذن الله أمام المغرب 21 من الشهر برضو بالتوفيق ليهم بإذن الله يعني ينسى طبعا ما نقدرش نحكم لسه منتخب لسه جديد تماما الأسماء كلها لسه مجردات ما شفناش لكن خلينا نقول وافقين بإذن الله أن هم يتم تأسسهم بشكل جيد جدا أنا بالنسبة لي البطولة مش فارقة خالص معايا كريم يعني فارق معايا أن أنت تحس عندك لعيبة يعني تقدر يبقى ليها مستقبل أو تقدر تلمس فيهم المستقبل اللي جاي بعد كده كنت لسه بتقولي من شوية أن كلهم عندهم شغب لتحقيق ذاتهم وكل واحد فيهم على حدة نفسه يبقى محمد صلاح جديد زي الفل بس يورونا ده بقى يعني نشوف أمارة الفرصة جات لهم فعلا الفرصة بتجيلك لازم فعلا تستغلها هيدي النقطة